اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وترجمت التزام مملكة البحرين بدعم كل ما من شأنه اي وحد صف المسلمين ويحفظ مصالحهم وبما يقرب بين الاديان والمذاهب والثقافات ويحترم اختلافاتها واكد جلالة الملك المفدى ايده الله انه لا يسع الحديث عن هذا الصرح التنويري الهام الا باستذكار الجهود الكبيرة لسموه شيخ عبدالله بن خالد الخليفة رحمه الله ودوره في تأسيس عمل المجلس الموقر وحمل رسالته بكل امانة واخلاص وليحظى المجلس اليوم بمكانته الرفيعة ودوره الرائد بالسعي والاسهام في تثبيت قيم الاسلام السامية الداعية للاعتدال والوسطية والتسامح قولا ونهجا متمنيا جلالته كل التوفيق لمعالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة الرئيس الجديد للمجلس الحالي في مهمه القادمة واعرض جلالة الملك المفدى رعاه الله عن شكره لاصحاب الفضيلة العلماء والدعاء على القيام بدورهم على الوجه الاكمل ولما يقدمونه من نصح وارشاد وتوجيه للمسلمين منطلقين في ذلك من تعاليمنا الدينية المؤكدة على فضل طلب العلم والاجتهاد في تعليمه ونشره كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم مضحا جلالته بأن الأمر الإلهي جاء صريحا بطلب العلم والاستزادة منه فأصبح فريضة على كل مسلم ومسلمة وفضيلة لا تختص بطلب العلم الشرعي فحسب بل تمتد إلى كل العلوم النافعة لإعمار الأرض وخدمة البشرية مبتهلا جلالته حفظه الله ورعاه إلى الله جل في علاه أن يديم نعمه وأفضاله على الجميع وأن يوفق جلالته وإياهم لما فيه خير أوطاننا وصالح أمتنا وأن الحمد لله رب العالمين وقد تشرف معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بتقديم النسخة الأولى من أحدث إصدارات المجلس من أمهات الكتب الإسلامية التي قام بتحقيقها وهو كتاب الوفى بفضائل المصطفى الذي يقع في خمسة أجزاء لمؤلفه الإمام بن الجوزي المتوفى سنة خمسمائة وسبع وتسعين للهجرة إلى جلالته من جانبه صرح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة قائلا تشرفنا هذا اليوم بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وإنني أتقدم باسمي وباسم أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بخالص الشكر والعرفان لجلالته أيده الله على هذا اللقاء المبارك الذي كان فرصة طيبة لتقديم الشكر والامتنان لجلالته على الثقة الغالية التي أولان إياها جلالته رعاه الله ولقد كان هذا اللقاء الكريم فرصة تشرفنا فيها بالاستماع إلى توجيهات جلالته السديدة وإرشاداته الحكيمة كما كان من دواعي فخرنا واعتزازنا ما أبداه جلالته وأيده الله في اللقاء من تقدير لما قام به المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية منذ إنشائه وحتى الآن من دور فعال في خدمة الدين والوطن وإعلاء القيم السامية وصون الثوابت والمقدسات ما أهله ليكون نموذجا للتعايش والأخوة الإسلامية والوسطية والوحدة بين المسلمين وإننا نعاهد الله تعالى ونعاهد جلالته حفظه الله ورعاه على المضي قدما في خدمة ديننا ووطننا انطلاقا من الأمانة والمسؤولية المنوطة للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية ووفاء وتقديرا وعرفانا لما أكرمنا به صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله من ثقة ودعم ومساندة وتقدير سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته ذخرا للدين والوطن وأن يعيننا على حمل هذه الأمانة إنه سميع مجيب ترجمة نانسي قنقر